بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سيهام الوعلم معاهد برامج تربية الفكرية للمرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس ونراجع من مرحلة أول متوسط لمادة لغتي إذن أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها كما تعودنا قوانين التعلم عن بعد أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية إذن نبحث عن مكان هادئ بعد ذلك نقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس بعد ذلك أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز ومن ثم ماذا أفعل؟ أحرص على أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق إذن نطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز ويكون حضوري واستعدادي قبل الحصة بدقائق أيضا من قوانين التعلم عن بعد نجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس إذن أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس وبعد ذلك لا أنسى أن أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية إذن أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية إذن يجب علينا طلاب وطالبات أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى نستفيد من هذا الدرس إذن نستمع جميعا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى نستفيد من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا مع المعلمة ماذا نفعل نقوم بترتيب أدواتنا المدرسية بالحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها إذن سوف نراجع سويا طلابي وطالباتي درس سابق وهو ماذا ترتيب الصور لتكوين نص قصير أولا سوف أذكر الأهداف التي بإذن الله سوف نحققها مع الطلاب والطالبات من خلال مراجعتنا لهذا الدرس الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارات ترتيب الصور لتكوين نص قصير أما الأهداف التدرسية هي أن يشير الطالب والطالبة إلى الصورة التي تعبر عن الكلمة أن يوصل الطالب والطالبة الصورة إلى الكلمة المعبرة عنها أن يسمي بعضا من عناصر الصورة المعروضة أمامه أن يجيب الطالب والطالبة على أسئلة حول صور معروضة عليه أن يستخرج الطالب والطالبة الصورة التي تمثل جملة مكتوبة أن يرتب الطالب والطالبة كلمات لتكوين جملة وفق صورة معطالة وأخيرا يرتب الطالب والطالبة مجموعة صور لجملة قصيرة معطالة الآن أريد منكم طلابي وطالباتي أن نكتشف سويا ما هي الصورة التي أمامي يوجد جزء ناقص من الصورة التي أمامي أخمن ما هي الصورة التي أمامي إذن لنفكر ونخمن ما هي الصورة التي أمامي أحسنتم هي صورة لعالم المملكة العربية السعودية إذن صورة لماذا؟ لعالم علم من؟ علم المملكة العربية السعودية أحسنتم وهذا هو علم بلادي المملكة العربية السعودية يبنى الوطن بسواعد أبنائه هيا نشاهد الصور ونسمي بعض من بنات الوطن إذن سوف نشاهد صور وأريد منكم تسمية بنات الوطن أولا صورة لمن؟ أحسنتم صورة لمهندس إذن أمامي مهندس إذن المهندس هي مهنة من المهنة التي تساعد على بناء الوطن إذن أمامي مهندس أحسنتم أيضا أمامي صورة لمهنة أيضا تعتبر من بناء أو بنات الوطن هي صورة لماذا؟ أي مهنة؟ أحسنتم معلمة إذن الصورة التي أمامي هي صورة لمعلمة أيضا مهنة التعليم هي من المهن التي نقوم فيها في بناء الوطن أمامي أيضا صورة لمن؟ إذن أيضا يعتبرون من بنات الوطن وهما الطلاب والطالبات أحسنتم إذن الصورة التي أمامي هي صورة لطالبة إذن الصورة التي أمامي هي صورة لطالبة أريد منكم الآن وضع جملة مفيدة للصورة التي أمامي أمامي مهندس سوف أقوم بعرض جملة أريد منكم قراءتها سويا مع المعلمة نقرأ الجملة التي أمامي والتي تمثل الصورة يعمل المهندس بنشاط نقرأ الجملة مرة أخرى يعمل المهندس بنشاط هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي وهي صورة لمهنة المهندس نقرأ الجملة والتي تمثل الصورة التي أمامي تشرح المعلمة الدرسة نقرأ الجملة مرة أخرى تشرح المعلمة الدرسة إذن هذه الجملة هي مناسبة للصورة التي أمامي أيضا أمامي صورة لطالبة سوف نقوم بوضع جملة مناسبة للصورة نقرأ الجملة تكتب الطالبة الواجبة إذن تكتب الطالبة الواجبة هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي الآن سوف نتعرف أو سوف نقوم بعض الأنشطة أريد منكم مساعدتي في حل تلك الأنشطة أنقر على المربع ثم أعبر عن الصورة المعروضة أمامي سوف نختار المربع البرتقالي ونعبر عن الصورة التي أمامي يوجد صورة أريد منكم التعبير بجملة مفيدة عن هذه الصورة التي أمامي يلعب الولد بالكرة أحسنتم أو نقوم بإعطائه اسم يلعب أحمد بالكرة إذن هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي سوف نقوم بفتح المربع الأخضر ونضع جملة مناسبة للصورة التي أمامي يقرأ خالد القرآن أو يقرأ الولد القرآن هي صورة أو جملة مناسبة للصورة التي أمامي سوف نقوم بفتح المربع باللون الأزرق ونقرأ الجملة يصيد الصياد السمكة إذن هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي وأخيرا سوف نقوم بفتح المربع أريد منكم وضع جملة مناسبة للصورة التي ظهرت أمامي يزرع الرجل مثلا يزرع الرجل النخلة أو يزرع الرجل الأشجارة هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي الآن سوف نقوم بحل هذا النشاط أصل الصورة في العمود الأول كما ترون أمامكم مع ما يماثلها في العمود الثاني ومن ثم أعبر عنها بنص قصير الصورة الموجودة أمامي هي لرجل يقوم بقطع الأخشاف وفي الأسفل صورة لعامل نظافة وأخيرا لمعلم يقوم بشرح الدرس سوف نقوم بإيصال الصور المتشابهة أولا الصورة الأولى هي تشابه الصورة في الصف الثاني رقم ثلاثة الصورة الأولى من الصف الثاني سوف نقوم بإيصالها بالصورة الثانية عامل النظافة وأخيرا صورة المعلم الذي يشرح الدرس الآن سوف نقوم بوضع جمل مناسبة للصورة التي أمامي أولا النجار يقطع الخشب كما ترون في الصورة الأولى في الصف الأول أو العمود الأول الصورة الثانية في العمود الأول المعلم يشرح الدرس إذن سوف نقوم بوضع الأرقام أولا الصورة رقم واحد ثم الصورة رقم اثنان وأخيرا عامل النظافة يهتم بنظافة الشارع إذن عامل النظافة يهتم بنظافة الشارع هي جملة مناسبة للصورة التي أمامي المعلم يشرح الدرس للصورة رقم اثنان وأخيرا النجار يقطع الخشب هي الجملة المناسبة للصورة الأخيرة في العمود الثاني الآن سوف نقوم بترتيب الجمل التي أمامنا لنكون نصا قصيرا أولا سوف نقرأ الجمل قالت أحلام الخوخ حلوا ولذيذا هي جملة رقم واحد اشترى أبي خيارا وجزرا وخوخا وبطيخا جملة رقم اثنان غسلت أمي الخضارة والفواكه وقدمتها لنا جملة رقم ثلاثة ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه جملة رقم أربعة إذن أمامي عدد من الجمل نريد ترتيبها لنكون نصا قصيرا أولا ماذا فعلوا؟ إذن ننظر أمامي ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه هي أول جملة إذن ذهبت مع أبي إلى سوق الخضار والفواكه بعد ذلك ماذا فعلوا؟ اشترى أحسنتم اشترى أبي خيارا وجزرا وخوخا وبطيخا بعد ذلك ماذا فعلت الأم عندما نقوم بشراء الأغراض أو الخضار؟ نقوم بغسلها غسلت أم الخضار والفواكه وقدمتها لنا وأخيرا قالت أحلام ماذا؟ الخوخ حلوا ولذيذة قمنا بترتيب الجملة بالأرقام التي ترونها أمامكم وقمنا بتكوين ماذا؟ نص قصير الآن أريد منكم النظر إلى الصور التي أمامي أو الجملة التي أمامي قرأت هند الكتاب ننظر إلى الجملة التي أمامي سوف نقوم بوضع صور مناسبة للجملة قرأت هند الكتاب هي جملة مفيدة قرأت أي الصور مناسبة لقرأت؟ هل هي الصورة؟ رقم واحد هنا أو الصورة رقم اثنان قرأت؟ أحسنتم الصورة؟ هنا هي المناسبة لكلمة قرأت قرأت؟ إذن قرأت؟ هند أين هي هند؟ أين هي الصورة المناسبة لأسم هند؟ أحسنتم هند وأخيرا الكتاب إذن قمنا بترتيب الصور لتكوين جملة مفيدة قرأت هند الكتاب إذن تعلمنا أو قمنا بمراجعة درس ترتيب الصور لتكوين نص قصير الآن سوف نقوم بحل أنشطة الكتاب أرسم دائرة حول الصور المتشابهة ثم أعبر عن الصور المختلفة بماذا؟ بنص قصير أين هي الصور المتشابهة؟ إذن أين هي الصور المتشابهة؟ نقوم بحل أنشطة الكتاب أين هي الصور المتشابهة؟ أمامي صورة لصياد وهنا طفل يساعد رجل كبير في السن وهنا طبيب وأخيرا ولد وهنا ولد وهنا أيضا طفل أو ولد يقوم بمساعدة رجل كبير في السن الصور المتشابهة هنا عندي هي الصورة هنا إذن نكمل الصورة في الأسفل هنا صور متشابهة أمامي وأيضا هنا صور متشابهة قمنا بوضع دائرة على الصور المتشابهة أعبر بنص قصير عن الصورة التي أمامي الصياد يصيد السمك وفي الصورة هنا إذن الطبيب يعالج المرضى إذن قمنا بوضع دائرة على الصور المتشابهة وتعبير بنص قصير عن الصور المختلفة يجب علينا مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائية أو المعلم في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معاً أن تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى تسال اكتسابها وبعد ذلك لا ننسى مراعاة قدرة وإمكانيات الطلاب والطالبات عند التدريب تعميم المهارة على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال ترتيب الصور وتكوين نص قصير وترتيب الأحداث من الحياة اليومية ومناقشتها مع الطلاب والطالبات شكراً لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الوعلاء